بعد قرابة أسبوعين فقط من بداية العام الدراسي الجديد في محافظة أبيان أوقفت المدارس نشاطها التربوي في جميع المديريات تنفيذا لقرار مكتب التربية والتعليم جاء القرار بناء على توجيهات مباشرة من محافظ المحافظة في ظل ما تشهده المناطق الساحلية من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة سلطة في المحافظة حرست على أنه إذا حصل أي حال تغمى أو لا سمح الله والناس قد حذرت الناس في الأعلام في التواصل الاجتماعي إنهم حملوا سلطة في المحافظة وفي إلى غير ذلك فهي أعطت تعليماتها إلى مكتب التربية والتعليم المحافظة بتعليق الدراسة المتسبوعين إيقاف الدراسة هذه المرة جاء بعد يوم واحد من وفاة معلمة في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة الكود بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب المحافظة فيما أكد معلمون في مدارس عدة تسجيل حالات إغماء متكررة في أوساط المعلمين والطلبة ما جعل مكتب التربية والتعليم يصدر توجيهات بتعليق الدراسة على مدى إسبوعين كان ممكن إيقاف الدراسة في مديريات المناطق الوسطى والمناطق المرتفعة التي هي لودر وموديا وسباح ورصد هنا كان ممكن استمرار الدراسة لأن إيقاف الدراسة يجب أن تكون في مناطق زنجابرد لأن شدة الحرارة حقيقة أننا عندما زرنا في فريقة توجيهة زرنا مدارس ما قدرنا أن نجلس في صفوف من شدة الحرارة فكان لا معلم قدر أن يوصل معلومة ولا طالب قدر أن يستمع إلى المعلمين بين مؤيد ومعارض للقرار اختلفت آراء المواطنين في مدينتي زنجبار وجعار وهم المدينتان الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة فيهما لكن القرار الرسمي اعتبر مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن الإجراء الطارئ في قطاع التعليم فالانطفاء المتواصل للتيار الكهربائي وعجز السلطات عن تحسين مستوى الخدمة كانت له تداعيات قد تضر بمستوى العملية التعليمية في حال استمرارها لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر